وعلى فكرة برضو عشان تعرف ان انا رجل يعني انا روحت له كتير بعد ما مشي لانه سكن معايا في نفس الموقع وصفوة الشريف كان هو اكثر المسؤولين المصريين مع مبارك تسييسا كمسيس اشتغل في المخابرات العامة واشتغل في عصر عبد الناصر واشتغل رئيس هيئة استعلامات في عصر السادات يعني لما حصل حكاية التقسيم الجغرافي لمحافظات مصر وحصل لغة ورئيس الوزارة كان حيرتبك والدنيا مبارك قال خلو صفوة يشوف الملف ده يقدر يتفاهم مع الناس وطبعا كمال الشهاز دي كان المعلم الكبير العراب حضرتك على تواصل حتى الان مع رجال مبارك والله انا يعني بشوف الدكتور فاتح السرودة استاذنا كلنا بشوف على اتصال مع الدكتور زكريا عزمي بقرى زملائي زي ابو لفرشوان وكثير من سكتارية الرئيس السابقين كلهم اصدقاء يعني انا افصل تماما بين المواقف السياسية والعلاقات الانسانية واظن ان انا نجحت في هذا الى حد كبير جدا حذبتك صديقه الكل الحمد لله سورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة